النادي الأهل النهاردة وده الجديد في التأكيد على موقفه بشأن مباراة الكياس اللي المفترض حسب ما الاتحاد حدد لها من خلال اجتماع غير قانوني يوم الخميس اللي جاي أرسل النادي الأهل اليوم خطابا مهما إلى اتحاد الكرة سيد الدكتور سروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم تحية طيبة وبعد ردا على خطابكم رقم 720 والوارد إلينا بتاريخ 17-2-2019 دي صورة الخطاب والذي تضمن تعديلات في جدول الدوري وتحديد موعيد جديدة لمباريات الكأس أولا قمنا بمخاطبة اتحادكم الموقر بتاريخ 10-2-2019 وقبل قيامكم بإجراء أي التعديلات على جدول الدوري وتحديد موعيد جديدة لمباريات الكأس برفضنا القاطع لاستبدال أي مباراة للأهل في بطولة الدوري بأخرى في مسابقة الكأس وقصدنا مباراتنا مع نادي بيرامدز المحدد لها 28 فبراير الجاري التزاما بجدول الدوري المعلن من جانبكم في 8 يناير خاصة وأن الأهل يؤدي مباراة كل 72 ساعة ولم نصدر على رغبة المنافس أو قراركم في التأجيل إذا كانت هذه رؤيتكم وبالفعل قامت تحادكم بالإعلان عن تأجيل مباراة الأهل وبرامدز في الدوري بناء على الطلب الأخير بعدم مواجهة الأهل للمرة الثانية هذا الموسم قبل أن يلعب مباراتها المؤجلة مع الزمالك من الدور الأول والمحدد لها 30 مارس وفجئنا بعد ذلك باستبدالكم للمباراة المشار إليها بمباراة الفريقين في دور 16 للكأس دون النظر إلى الالتزام بجدول الدوري وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة أنتوا اللي خرقتوا هذا الالتزام ثانيا عند مطالعة التعديلات التي قمتم بها على جدول الدوري فجئنا بأن المبدأ الذي تم الاستناد إليه من جانبكم لتلبية رغبة نادي بيرامدز فيما سبق الإشارة إليه لم يتم تطبيقه عند تحديدكم يوم 24 فبراير الجاري لمواجهة الأهل مع الجونة للمرة الثانية هذا الموسم والأخير لم يلعب مباراته مع الإسماعيل المؤجلة من الدور الأول والتي لم يتحدد لها موعد حتى الآن يعني الأهل بيقوله لاتحاد الكرة أنت لما بدلت مطش الجونة بالكاس حطيت الجونة في الكاس مكان مطش الدوري استندت على شاكوى البيرامدز أنه الأهل لسه ملعبش مع الزمالك يبقى أنا إزاي هلعب الأهل مرتين والأهل لسه ملعبش مع الزمالك طب نفس المعيار ده انت خلتني ألعب مع الجونة في الدوري مباراة الدور التاني والجونة لسه ملعبش مع الإسماعيل خالص فين المعيار نفسه إن ما فيش فريق هيواجه فريق في المباراة التانية من غير ما الفريقتين التانيين يكونوا لعبوا أصلا السنة دي انت طبقت المعيار ده على الأهل والبيرامدز والزمالك وتجهلتوا خالص مع الأهل والجونة والإسماعيلي وكلهم زي ما اتفانى فرق واحدة في ذات المسابقة من غير المنطق أبدا إن أنت تقول لي لا أصلا أنا بتكلم عن المنطقة التالتة المنطقة اللي فوق المنطقة اللي فوق بقى مرة ايه يعني كل يعني المقصة لو كسب كله مطشاته ما ياخدش المركز التاني نقول له ده محجوز لبيرامدز أو محجوز للأهل أو محجوز للزمالك فين المنطق والحق هنا في الجزئية دي فإذا كنت بتعتبر إن الأندية كلها سواسية وكلها لها نفس الحق في مسابقة واحدة يبقى المعيار اللي انت طبقته على الأهل وبيرامدز والزمالك كان لازم أن تطبقه على الأهل والإسماعيل والجون ده ما تمش فالأهل بيقول له المعيار ده نفسه انت غيبته وبيقول له ثالثا سبق وأن وافق اتحادكم على تلبية طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته مع بيرامدز في الأسبوع التاسع للدوري والتي كان محددا لها 12-2018 لحين قيام الأخير بأداء مباراته المؤجلة مع الأهل من الأسبوع التامن رغم أن هذا التأجيل جاء بسبب انشغال الأهل بمهمة وطنية لأداء مبارات العودة مع هوريا كوناكر الغيني في إياب دور التمانية لدور الأبطال في المقابل ووفقا لتعديلاتكم الأخيرة فإن الأهل سوف يواجه الزمالك يوم 30 مارس القادم بينما الأخير لم يلعب مباراته مع الإسماعيل المؤجلة من الدور الأول والتي تحدد لها 18-4 ماهو دي حاجات اللي بتخليك وده يعني فكرة الاستقواء الاستقواء أنت لا تضع معايير وتطبق معايير أنت بصص على فرقة واحدة عمال بترتب الأمور على ضقها هي بس أن لا أنا أقوى منك وأنا أقول اللي أنا عايزه وأنت تنفذ أنا ما عنديش مشاكل مؤكد أنت أقوى من الطبيعي أنك تبقى أقوى من أي نادي الطبيعي والمطلوب واللي إحنا عايزين وده احنا بنقولك كده ده احنا بنقولك يا سيدي ما تغيرش إلا من وحي نظامك لأن نظامك أنت بعدته التغييرات دي تمت بناء على من هو أقوى منك من هو أكثر استقواء منك لأن كل ما الأمور تهدى ترجعنا للمربع تاني اللي فيه المشكلة الدليل على هذا أستاذ إبراهيم ما حدثه الأمس ده شيء لا يمكن لا يمكن تفسيره أكمل الخطاب ونيجي لتفاصيل الأمس آه طبعا الأقل بيقوله في الخطاب رابعا جاء في تعديلاتكم الأخيرة حرمان الأندية من جماهيرها في بقية مباريات الكأس مثلا لأسباب غير مفهومة بالرغم من انطلاق المسابقة في أدوارها الأولى بحضور جماهير ووفقا لخطاب وزارة الداخلية رقم 3436 والوارد إلى الاتحاد بتاريخ 1-9-2018 وأخترنا به في 2-9-2018 بالموافقة على عودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم ولم يأتي نص في خطاب الداخلية أن الموافقة خاصة ببطولة الدوري ودور الـ 32 فقط في مسابقة الكأس كما أن هناك أندية شاركت في دور الـ 16 للكأس بحضور جماهيري لا سيما وأننا نثمن الدور الكبير لمؤسسات الدولة الداعمة بقوة لعودة الجماهير وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تحملت العبء الأكبر وحققت نجاحا كبيرا في التجربة الجماهيرية خلال الفترة الماضية يعني أنت يا اتحاد في خطابك الأخير بعد تقولي بطولة الكاس هتستكمل حتى النهاية بدون خضور جماهير ليه؟ أولاً أنت مش بتبدأ بطولة أنت بتتكلم على مباريات في دور الـ 16 وفي ناس لعبت دور 8 طيب إذا كانت الأدوار السابقة تلعبت بجمهور هو فيه مسابقة جادة محترمة منضبطة يتغير نظامها في الوسط مش المنطق الإداري الطبيعي جداً والبسيط واللي بيحترم أي نظام إنه لأي مسابقة تنتهي بالنظام اللي بدأت به خاصة وإنك عندك موافقة من الأمن من بداية المسابقة إنه السنة دي فيه حضور جماهير بالمحددات اللي تم الاتفاعله ما تمش استثناء كاس مصر خالص كاس مصر أنت دلوقت استثنيته ليه؟ أنا معرفش هل أنت عايز تراعي إن فيه أندية تأهلت أو عايزت تتأهل ومعندهاش جماهير فأنت بتسندها وبتراعيها بقيت أنت جمهورها يعني؟ هو سؤال لو الماتش ده في الدوري هيبقى بجماهير هم هم الطرفية ها اشمعنا الكاس هو اللي بدون جماهير في حين إنه عندك موافقات أمنية سابقة بتاريخ ومسابقة بدأت فيه فرق تأهلت واستفادت من حضور جماهيري وفيه فرق خرجت فبالتالي المسابقة تلعبت في حضور الجماهير ليه في النص أتفاجأ أن أنت بتحرم الأندية الجماهيرية اللي مستمرة في المسابقة من جمهورها دي مسألة في خطاب الأهلي رابعا ده الخطاب اللي اتبعت النهاردة واللي جاي هو المهم وعليه بيقول للناد الأهلي وعليه فإننا نختركم مجددا برفضنا القاطع لاستبدال مباراة الأهلي وبرمز في الدوري التي كان مقررا إقامتها يوم 28 فبراير الجاري يعني يوم الخميس اللي جاي بملعب السلام وفقا لجدول الدوري الذي تلقيناه منكم في 8 يناير الماضي بمباراة الفريقين في الكاس ونتمسك بحقنا المشروع ونتمسك بحقنا المشروع ما تقوليش الانسحاب ولا تهريج ولا الكلام اللي انت بتقوله ده كلامي من عندنا ونتمسك بحقنا المشروع في خوض مباراة دور الستاشر لكاس مصر مع نادة بيرامدز وبحضور جماهيري في موعد يتحدد من جانبكم وينسب الفريقين لأنا هلزم بمعاد ولأنا هفصل توقيت يناسبني بقولك في توقيت انت تتحدده وينسب الفريقتين اللي هلعبوا اعتقد منتهى العدل ومنتهى المنطقة ومنتهى لا ومنتهى التأكيد على ان دي صلاحياتك ايوة بيقوله ثانيا التأكيد على احتفاظ الناد الاهلي بكافة حقوق هذه المشروع دون تفريط دون تفريط حيال الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الادارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثل الاندية يوم 6-2-2019 والذي ترتب على توصياته حسب ما اعلن المتحدث الرسم للاتحاد الكرة في وسائل الاعلام التعديلات التي اضطرأت على جدول الدوري وتحديد الموعيد الجديدة لمباريات الكأس وتفضلوا بقبول وافر التحية ده نص خطاب النادي الاهلي المهم والحاسم والقاطع والكاشف النهاردة لاتحاد الكرة قبل اي لغة يثار حول مباراة الخميس في منتهى الانضباط منتهى الاحترام منتهى التأدير منتهى الشفافية والتقدير لدور الاتحاد فقط بيتمسك الاهلي هلعب مباراة الكأس في الموعد اللي انتو تحددوه يناسب الفرقتين وفي حضور الجماهية زي ما المسابق بدأ هو حتى فيه جواب سابق بيقوله قول لي انت عملت التعديلات دي ليه ما ردش عن ليه يعني ما فيش اي مصور بيخلي ان يقوله لا لا انت لعب لا ماتش ده الكأس في التاريخ ده خالص خالص ما تقالش السبب ايه طيب هو الاهلي لما قال السبب المنطقي عشان برضو فيه ناس من حتى اللي بيكتبوا في الرياضة من غير اهلها بيبقوا مش وصلة لهم الفرق ما بين هو ايه الاهلي ايه المشكلة هي لعب مع بيرامدس في الكاس في الدوري طيب ما يخليها كاس ما هم نفس الفرقتين ونفس الملعب كلام قريته لبعض الناس برضو الناس دي تايع عنها طبيعة المسابقة دية عمدية انا لما لعب مباراة كل 72 ساعة في الدوري وارد ان انا اخسر مباراة اتعادل عمدي فرص تعويض في مشوار طويل مسابقة دوري بنقطة لكن مسابقة كاس لما تحشر لمباراة انا الوحدي في الجزئية دي في التوقيت ده وانا بعاني من جدوى المضغوط بقالي فترة طويلة دي مسابقة مختلفة انا بنظر لها برضو فيها نتيجة واحدة تفيدني فقط لا يفيدني فيها الا الفوز للتعادل ينفع والهزيمة مكلفة لانك بتبقى خرجت من احدى البطولتين في الموسم فبالتالي انا تمسكي كاهلي بان المباراة في الدوري قائمة على ثلاث نقاط النقطة الاولى ده حق خانوني لي يا حق او مصلحتي النقطة التانية بستنت فيه الى قرار الاتحاد نفسه اللي كان حاطت هذه المباراة مباراة دوري في جدول بعته لي وبعته الكل الاندية عام تمانية يناير فانا مش بطالب بالصعب انا بطالب باحترام كلمته باحترام الجدول اللي هو اعلنه ورقم ثلاثة ان انا برفض ان فيه حد بذاته او حد بعينه او اي حد يسير المسابقة بس هي هي دي يا سيد إبراهيم وقال يسيبك بقى انها مباراة اخصائية اللي بتاع لان المسألة انت ممكن تكسق تلعب وتكسق ممكن تلعب تخسر ومش هي دي المشكلة والناس اللي بتقول هو الاهل يخايف يلعب بيرامدز ده بيقولك انا هلعبه بس في الدوري ليه على النقاط التلقات اللي انت بتقولها دي لان ما فيش سبب مقنع لانك انت عملت كده حتقولي علشان بيرامدز بيقول ان مايلعبش الماتش ده قبل ما الاهل وزا مالك يلعبه بعض وجيت نظر تخص بيرامدز وعنده حق فيها بس انت كمان ماينفعش ان يلعب الزمالك وهو ما لعبش الاسماعيلي يعني ات لو كنت ستفت الامور عشان تلغي كلمة شمعنا او ليه عملت كده او ليه بس كل الحلول عبت تحلها على حساب نادي واحد ما كانش حد تتكلم هي الفكرة كلها دلوقتي تحولت الى نوع من اسبات القوة اللي مالوش مبرر لان محدش محدش داخل في حتة القوة دي اما الانسياق بقى وراء تعليقات جماهيرية وانك انت بتتعامل مع الجماهير دي مش مسئولية ايه اذا كانت الفكرة انا عايز افاهم الناس اللي بقولوا الاهل مش عليه يحكم ده كلام ممكن حد يكون حطه عشان يشعل للدنيا وخلاص محدش من نادي الاهل بيتعامل معك من هذا المنظور ولا كان رفض اي تعديل انت بتعمله ده ادالك كل المرونات الممكنة اللي يقبلها ولما يجي معاهد ان احنا نربط اللي حصل مبارح هنربط بهذا بالاستقواء هنربط ها اا اقول لي عشان هنربط لكنه اتحاد الكرة وهو بيقول وانا انا لما قلتلكم من الحلقة اللي فاتت عضو مهم في الاتحاد قال لي اللي بيحصل مننا في الموضوع عناد واعتراف اه بنعناد هي بقت كده وإلا هقول لكم جديد طيب هو قال لك مش عايزين نمس الجدول وخلاص احنا حطينا جدول وعلى الكل يلتزم بيه والاهل ينفذوا غصبا عنه والنهاردة النهاردة الاتنين يعدل في الجدول لصالح بعض الاندية ورسوا بعد الكل اللي فات لا لا مش لصالح لصالح العناد ايوة يبعد جواب لنادي المقصة بعد اللغة اللي أصير حوالي مباراة الكاس ورفض تأجيلها يبعد يقول للمقصة والانتاج الحربي والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل اديا سيدي اربع اندية بتعدلها في موعد مبارياتها وبترحل وبتقدم يوم الحد هيلعب الانتاج الحربي مع مصر المقصة كان المفروض هيتلعب السابت رح ما اجلها للحد الانتاج الحربي مع الاتحاد هيتلعب الخميس بدلا من الاربع الخميس لانتاج الحربي ونجوم المستقبل بدلا من الثلاث عملت تعديلات للاربع فرق النهاردة في خطابات ادي صورة منهم دي صورة من الخطاب اللي راح للاندية الاربع النهاردة بتعديلات على جدول الدوري في موقف لم يحدث اي جديد يستدعي التعديد يعني الا حاجة واحدة ان المقصة وزى مالك اتفق على ان يؤجله متش الكاس اللي كان مرحب بيه لو لا ان ده كان حيحرج اتحاد الكورة في اصراره على ان تقام مباراة الكاسي بتاعت النادي ربما كان يستند اليها في التأجيل اللي اضطر ان هو يأجل للمقصة عشان يخليها متى تمسكش بطرابها فبيأجل للمقصة يأجل لانتاج الحربي يأجل للتحاد سكنداري يأجل للنجوم لكن الاهلي لا ليه من باب العناد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا